الله يعطيكم الله عافية رح ننتقل الى الموضوع جديد واللي هو الكوكي الكوكي هي ترجمتها اصلا الكاكا مش الكاكا اللي احنا بنعرف في العربي اللي هي الكاكا الغربي الكوكي كفكرة كفكرة عامة قريب جدا من السيشن الكوكيز كفكرة عامة قريبة جدا من السيشن انه انت بتنشئها بتعطي فيها قيم الى اخرها لكن في بعض الاختلافات السيشن طبعا انت السيشن انت بتنشئه بيدك الكوكي برضو انت بتنشئه بيدك. لو انت م عملتش السيشن مش رح يتم انشاؤه لو انت ما عملتش كوكي بش رح يتم انشاؤه طيب 01 برضو هما الاثنين تقدر تعملي الى الامج بشكل يدوي تعملي الى الارتية 가자 تدمرهم بشكل يدوي لكن فعليا انه السيشن انت لو سكرت المتصفح لو سكرت المتصفح والسيشن لحاله بطيق انت حتى لو ما بتجاج انت خلينا اقول اتدمر بشكل يدوي هو هيدمر غصبا عنه لو انت كنت متصفح في الكوكيز لأ ليش الكوكيز انت بتحدد وقت لعمر الكوكي انت بتحدد وقت لعمر الكوكي وهذا الفرج التالي طبعا هنوضح الفروقات بشكل تفصيلي لاحقا الفرج التالت والاهم في الكوكي السيشن بعبر عن الجلسة تحت اليوزر على الموقع ما نسمها السيشن السيشن بتعبر عن جلسة اليوزر على الموقع الكوكي بعبر عن اليوزر نفسه يعني الكوكيز بتمثل اليوزر نفسه طبعا هدا الكلام هدا الكلام معنوي يعني ما فيش شي اشي اقول لك انه اه يعني ايش هيفرق في الكود في الكود مش يفرق حاجة وفي السيرفر مش يفرق حاجة انا بقول لك انه كيف البيتش بي بتفهمها او كيف السيرفر بفهمها السيرفر بفهم انه السيشن بتمثل جلسة اليوزر على الموقع. مش اليوزر نفسه. جلسة اليوزر على الموقع. اما الكوكي بتمثل اليوزر نفسه. وهد من ناحية المانوية. طيب فخليني نيجي نشوف نعمل هنا باج وان دوت بيش بي. نعمل هنا باج تو دوت بيش بي. فهنا نفتح البيش بي. نسكره وبعدين نجي نقول له اش تي ام ال. وهنا وهنا بنقول له باج تو. اول شي كيف انشئ كوكي اه احنا اه اخذنا انو انت بتستخدم يسمها عشان تنشئ وبعدين لو بدك تضيف قيمة على اه بتضيفها. فعنا في انشاء منفصل عن اضافة القيمة. في الكوكيز لا. في الكوكيز اه انو انت فيه بتستخدمه بتنشئ كوكي وبتضيف قيمة عليها بشكل مباشر. يعني بشكل مباشر. اه فاول ست كوكي بتستخدمها بتم انشاء الكوكي. فهنا لو قلت له ست كوكي. الست كوكي بشكل اساس بتاخد تلاتة براميترز اجبارية. اسم الكوكي اللي هو الكي والفاليو والعمر. الكي والفاليو والعمر. يعني هنا ممكن ايجا اقول له اليوزر. اغا والعمر. العمر بياخده بالثانية. بعد العمر هادا بتم تدمير بشكل اوتوماتيك حتى لو انت مش فاتح الموقع. حتى لو انت مش فاتح الموقع بتم تدميره. فالعمر هنا ممكن تش تقول له تقول له الحالي زائد مثلا اه تلاتة تلاف وستمية. لاتلاف وستمية ثانية. ها اشان اكتب لكم ايها تلاف وستمية سكنز. تمام? فالعمر بنقاطة تايم زائد قدش بدك يستمر. فالتايم يعني من اللحظة الحالية اللي بفتح فيها اليوزر الصفحة لغاية ما لبعد تلاتة تلاف وستمية ثانية. فالعمر بالثانية. فانت اي وقت بدك اياه لازم تعتله اياه هنا بالثانية. ممكن اعطي اعطيه مثلا قيمة جديدة في الكوكي اقول مثلا اه الويب سايت. اه مثلا ويب بروجيكت. تايم زائد ستين ثانية عصب المثال. وبعد الستين ثانية برضو بتم تدميره بشكل اوتوماتيك. طيب. هادي لما انا اجي انشئ الكوكي. فكمان مرة احنا الالية مختلفة شوية عن السيشن انه انت فيش عندنا سيشن ستارت. والستارت مش منفصل عن اعطاء القيمة. وفي نفس الوقت انت برضو في الكوكيز مش متطر ان انت تعمل ستارت كوكي في كل الصفحات. لا انت اول ما تنشئ الكوكي هو لحاله بتعمى مع كل الموقع. لحاله بتعمى مع كل الموقع من غير ما انت تضطر اه انه انت تعمل ستارت في كل الصفحات. وهدي طبعا ميزة من ميزات الكوكيز. طيب. اه لو انا بدي افحص ازا ازا الكوكيز شغالة ولا لا. ازا في كوكيز كيف اعمل كيف اعمل هيك? افحص ازا في كوكيز فعليا شغالة. باجي بقول له اف كاونت. طبعا برضو في اه انشاء الكوكي برضو بيعطيك اه اش اسمه? بس. بقول له زيك اكبر من زيرو. انا مجحة تقول لهش اكبر من زيرو بنفس الشغلة. هادي بقول لك ازا في كوكيز فعليا ولا لا. طب ازا انت بدك تشيك على قيمة معينة داخل الكوكيز. بدك تتأكد انه الكوكي فيها فيها يوزر او فيها ويبساية ولا لا. زي ما تعرفنا سابقا نستخدم فانكشن اسمها از ست از ست اف از ست اه الكوكي اف مثلا يوزر هيك بتفحص ازا في كي يوزر موجود في الكوكي ولا لا. ازا في كي يوزر نفسه موجود والكوكي ولا لا. ازا بدك تفحص انه الكي موجود بس قيمته فاضية او لا ساعتها بتستخدم 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 اللي هي هيك. فالز ست بتفحص ازا اصلا موجود كي زي هيك ولا لا. او الامتي بتفحص انه ممكن يكون موجود ممكن يكون مش موجود بس لو كان موجود بيك تتأكد انه تبعته هادي الفاليو هادي مش فاضية لانه ممكن يكون الكي موجود والفاليو تبعته زي هيك. هادي يعتبر لكن امتي يعتبر لكن انا بتفحص ازا اصلا هو له وجود ولا لا بغض النظر عن الفاليو تبعته والنت امتي بتفحص ازا هو موجود والفاليو تبعته ما تكونش فاضية برضو. فهادي مجمل اه مجمل ان انا الفحصات اللي انا ممكن اعملها على الموقع. برضو في ست كوكي زي هزي السيشل ممكن ممكن اعدل على قيمة الكوكي. اعدل على قيم الكوكي عموما. يعني اقول له ست كوكي اليوزر بدي اغير اليوزر اسميه محمد وممكن اغير كمان. اقول له التايم زائد خمس تلف ثانية بدل ما يكون انه بعد انه بيموت بعد خمس تلف ثانية. اه فهادي اه هيك بي تعرفنا على الاشي يعني كوكيز. الله يعطيكم الهافية.